بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعامل مع الناس بكل أنواع الخير أعني مهما كان العمل مع الناس فحاول أن تقدم هذا العمل نرى إن شاء الله لماذا يجب أن تقلل مع الناس في كل طريقة وطلاحة الأعجاب تلونا من سورة الرحمن قوله سبحانه وتعالى حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ The meaning of this ayah The recompense, the payback of goodness Nothing but goodness Now of course, this is the general rule This is what it's supposed to be But you may do something good And not receive something good from people But we are dealing with whom Allah So it is guaranteed Goodness will bring goodness وَهَذَا الْفَارَقِ الْإِخْلَاصِ فِي الْعَمَلِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْأَجَرِ عَلَىٰ قَدْرِ الْمَشَقَّةِ بِشَرْطَ أَلَّا تَكُونِ الْمَشَقَّةِ مَقْصُودَةِ الْمَشَقَّةِ تَابِعَ لِلْعَمَلِ كُلَّمَا إِزْدَادَتْ صُعُوبَةِ إِزْدَادَ الْأَجَرِ لَكِنْ لَا تَقْصُدِ الْمَشَقَّةِ يعني you don't when you do good the harder the act the more rewarding it is but you don't look for hardship in the act if the act itself is hard like praying fajr is hard that's why waking up more rewarding doing qiyam is hard that's why doing qiyam is more rewarding than praying during the daytime and this is how it is when you are sincere and you deal with Allah expect good all the time you may not expect it from people not every time you deal with people with good they give you good and that is why the Prophet told us a hadith that I want you all to open your eyes and heart and ears and everything to realize the value of relatives هذا الحديث يخص في التعامل مع الأقارب بالذات جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون أصلهم ويقطعوهم أحلم عليهم ويجهلون يعني ما فيهم خير I have relatives every good way I intend to do they treat me the complete opposite bad I reach them they don't reach me I talk good to them they talk bad to me this is how they are so it's like should I just give up nothing is working isn't that what we do بتتعامل مع واحد بكل ولا بتطلع عليك ولا حتى بشكرك الله لا يجعلوا يشكرك أنت بتتعامل مع الله هل شكرك الله أم لا هذا الكلام يا إخوة الله سبحانه وتعالى من أسماء شكور الشاكر سبحانه وتعالى غفور شكور شو يعني شكور يشكر على القليل أقل القليل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرة يرى هذا اللي بتتعامل معه أنت مش مع القريب شخص بالذات أنت تعمل لله قبل إنه قريب إنما أعمل لأن الله سبحانه وتعالى قال وآت ذا القربى حقا والله سبحانه وتعالى قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذ القربى إذن أنت أحسن شوفوا جواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كنت كما تقول إذا أنت كلامك صحيح فعلا إنك أنت بتعمل العجائب وهم مش مقدمين شي فكأنما تسفهم المل هلأ واحد بدي يقاتلك تأخذ خفنة رمل نار وبتعفرها بوجه الرمل بدون ما يكون ساخن بيعمل فكيف إذا كان ساخن بنعمه بالمرة يعني مين المنتصر أنت يعني هؤلاء مع هذه الإساءة أنت داوم على هذا العمل أنت المنصور ولا يزال معك من الله نصير ما دمت على ذلك وما دام بلليتك تعمل هذا العمل يعني تصلهم وهم مالي سلوك وتحسن لإنهم وهم يسيء لإلك الله سبحانه وتعالى يبقى ناصر ما دمت على ذلك إذا كان سببت على ذلك تحسن لإنهم تحسن لإنهم إذا محتاجت على منتبه لتأخذ من التأخذ لقد قلتها فقد قلتها وقد قلتها فقد قلتها يبدو أنه يبدو أن تكون جيداً. انظر ما قال ابن القيب رحمه الله قال إنك تشعر الناس جميلة الله سبحانه وتعالى ستشعركم جميلة من هذا زوجة وحسب الدكب يا تسعر الخبش وما الحم وم رحمهم رحمهم إذا فتح ف Cantو among Hell إذا قدت إذا شغر research سبحانه وتعالى سوف يتعاونك ومن سترهم ستره الله أي شخص يتعاونه سوف يتعاونه سوف يتعاونه ما نفعله نحن لا نصدق ونحن عنده فضيحة لن نشرها والعياذ بالله تخيلوا الأوامر تخيلوا الدين تخيلوا الأوامر تخيلوا الدين الله سبحانه وتعالى يتعاونك من لا يوجد تحريره من لا يوجد تحريره فيها الله سبحانه وتعالى تخيلوا الناس بالطبع لطبع هذا لا يعني أن تظهروا لهم وردوا وليس لدوا طبعه لا تتعاونه ونقوموا بالتعبير ونحن لفعله ونحن لفعله ونحن على منك لكن لا تفضحه ما بتفضح على الملأ ولا بتنشره دائما الخبر السيء أسرع ما يمكن ينتشر والخبر الحسن مدفون يقول ومن منعهم خيره منعه خيره منعهم الخير if you have goodness and you don't give it to people and you can الله سبحانه وتعالى will deprive you from his goodness سبحانه وتعالى ومن سبحان الله ومن عامل خلقه بصفة عامله الله سبحانه وتعالى بتلك الصفة يعني إذا عملت الناس في خداع في غش الله سبحانه وتعالى بيقلبها عليك مع واحد ثاني إذا عملتهم بإحسان وبحب وبرافي الله سبحانه وتعالى بيعملك في نفس الشيء the way you deal with them الله سبحانه وتعالى deals with you basically we did the list in the beginning and he is confirming the fact whatever quality you deal with people الله سبحانه وتعالى will deal with you with the same quality and he said بِعَيْنِهَا يُعَامِلُكَ بِعَيْنَ تِلْكَ الصِّفَةِ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةَ فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِعَبْدِهِ حَسَبْ مَا يَقُونَ العَبْدُ لِخَلْقِهِ the way you are with people الله سبحانه وتعالى will be with you every one of us يومياً بيتعامل مع الناس مسلم ولا غير مسلم ما معنى الإحسان هل جزاء الإحسان الإحسان شو معناها يعني الخير ما يقتصر عليك يتعداك ويخرج للغير يعني أنا الله أنعم علي بالمال أقدم هذا المال لغيري أنعم علي بالصحة أدعو الله سبحانه وتعالى لغيري أو أستخدم هذه الصحة لنفع غيري إذا الله سبحانه وتعالى بلسزيو بغير you don't only benefit yourself with this wealth but you also benefit people if he benefits you with healthy strong body you don't only do the work for yourself you also help other people and so forth and so forth مبني على الإخلاص اللي بيخلص يا إخوان لله سبحانه وتعالى في عمله لا يمكن أن يندم أبدا لا يمكن أن يندم أبدا ولا يمكن أن ينزعج ولا يمكن أن يعني يهمل الهم أو شيء أنا أعطيك لوجه الله أنا متعامل مع الله سبحانه وتعالى وهذا الهدف وليس أنت فلو شكرتني عادي فلو لم تشكرني عادي فلو قطعتني عادي فلو احتجتلك وما ساعتني عادي ليش؟ لأن ما إلي عليك شيء أنا مش متعامل معك أنا متعامل مع الله سبحانه وتعالى معظم مشاكلنا يا إخوان كل من المشكلنا إنه لأننا نتوقع شيء في عمله كل الوقت كل الوقت أنا أساعدك يجب أن تساعدني أنا أدخل إلى أبدا يجب أن تأتي إلى أبدا أنا أتبعك في هذا العيد أريد أن تأتي إلى العيد يجب أن تأتي إلى العيد واحد في واحد واحدة بواحدة ما هيك الدين ما واحدة بواحدة الرسول صلى الله عليه وسلم قالها بإخلاص وقالها بصراحة قال ليس الواصل بالمكافئ ش يعني بالمكافئ؟ يعني وصلتك بتكافئني شو بتكافئني؟ ممكن توصلني زي ما وصلتك ممكن تشكرني ممكن تهديني ممكن ممكن إنما المكاء إنما الواصل الذي إذا قطعه وصل بس تطردني من بيتك برجع هذا الواصل مش مهو طردني مش مهو بحبنيش مهو بردش مهو بعملش مهو بشكرش مهو 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 when you want to consider yourself someone who reaches his kinship it is you do it regardless when you go to his house and he kicks you out that's when you go and visit him and that's what counts you reaching your kinship not when you go and he tells you thank you or reward you or visit you back that's one for one that's not for the sake of Allah سبحانه وتعالى وهذا هو الفارق فاشتغلوا يا إخوان لله سبحانه وتعالى اعملوا لله سبحانه وتعالى زور قريبك أحسن إلى قريبك الأقربون أولى بالمعروف زكاة أموالكم يا إخوان ما تودوها على آخر العالم وهم قرائبكم محتاجين اتقوا الله فيهم اتقوا الله فيهم الأقربون أولى بالمعروف غالب الناس بدهم القريب يكون معدم لحتى يعطو تعريفه معدم literally معدم ما هو عنده سيارة وشوه بدك يتوقع يطير most of the people they don't help their relatives they give their زكاة زكاة money they look for someone outside and they have relatives who are in need the Prophet صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى said reach your kinship first they come first and most of us don't and most of us expect our relatives to be zero before they can help them and if they help them they help them with something little and they still count it as if they did goodness for them يعني ابتعتوا الزكاة وبتمنوا فيها كمان هي زكاة لكم هي فلوسكم فلوس الفقراء هذا حق الفقراء وآتوا اليتامة والمساكين الله سبحانه وتعالى قال وآتوا ذا القربة حقه الزكاة يا إخوان بتعرفوا الشيهي أوساخ الأموال بالنسبة للي بيدفع وذهب بالنسبة للمستلب الحسن أو الحسين عندما أكل تمرة من أموال الصدقات الزكاة شو قال الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل أصبع في فيه وخلعها وقال له كخ هذا لا يحل لك هذا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم إنه حرام جرب وطلع شغلة من تهم الطفل صغير شو بيقولوا عنك الناس يا زلني التزمت والدين والرحمة وإنتو يا شيوخ وإنتو مش نتعلم أهم شي نتعلم الدين نفهم الدين نفهم الأحاديث الحرام حرام اللي بتربيه على الحلال بيكبر على الحلال واللي بتدلعو حتى يصير خمستاش راح يشايدك راح تبوس إيدو مش هو اللي بدي بوس إيدك زي بالزواج هلأ مش بدنا الروح نسأل الزلم موافق لا شوف المنت ولا الزلم إذا هو الموافق بده أبو يجوزه ولا لا أول شي تفس الشي يعني nowadays children are in charge because we don't raise them right we want to give them everything they want what's the return the Prophet صلى الله عليه وسلم took that gate out of the mouth of الحسر because it is حرام he told him it's حرام if someone does it nowadays you would give him every name but the Prophet صلى الله عليه وسلم raised them on حلا so teach your children the way that it's supposed to be understand the حديث of the Prophet صلى الله عليه وسلم ويسأل الله سبحانه وتعالى دائما العافية وعافنا أو عافني فيمن عافي عافاكم الله وجزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغطيرك أتغطيرك السلام عليكم شكرايا شكرا 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 أيها